مبروك الدكتورة مديحة المؤتمر والقسم كله قسم تروبيكال من 25 سنة كنت أنا والدكتورة مديحة بنعمل رسالة الدكتوراه بتاعتنا وكان اسمها كترسالتي في النهاردة بعد 3 سنين أن أنا بقدم الدكتورة بتسام شاوئي مدرس الكلينيكا الفاسولوجي في جمعة جنوب الوادي في جمعة الوادي جديد هتقول لنا how to choose the best TB laboratory test تفضل الدكتورة السلام عليكم بشكر أستاذتي وزملائي المنصة الكريمة والحضور موضوعنا النهاردة عن الانتربريتيشن of laboratory diagnostic test for TB الحقيقة أنا مش هتكلم عن diagnostic test laboratory diagnostic test عن مثلا المستريسنت أو المستأدفانست بالعكس ده أنا هتكلم عن وده اللي يهمني في الموضوع ده ويهمني كمان أني أنا عايزة أقول للكلينيشن لما هتطلع لك النتيجة من اللاب أنت هتعمل الانتربريتيشن لها إزاي و هتشخص بها إزاي لأنه أحيانا بي أحيانا الكلينيشن بحيث أنه فيه تضارب بين النتائج بس هي الحقيقة مش تضارب هي مكملة لبعض وبتوصلني للتشخيص النهائي ده طبعا روبرت كوه ده أبو وهو اللي اكتشف المايكوباكتريام تيبركولوزيس في ألف تمنمية اتنين وتمانين الحقيقة طبعا أنه تي بي ده مسؤول عن أكتر من واحد ونص مليون ديثيس وأكتر من عشر ونص مليون نيو كيزز أنوالي والدياجنوزيس بتاع التي بي الحقيقة حاجة مش سهلة لأن احنا مش بنقدر نوصل غير لأربعة وستين في المية بس من الكيزز طبعا احنا عارفين الكلام ده عشان بس هيفدنا في الشرايح اللي جاية بعد كده إن التي بي ده ممكن يبقى أكتف أو ليتنت وإن اللابوراتوري تيستنج الحقيقة مهم جدا في الدياجنوزيس بتاع التي بي لأنه هو مهم في الكنترول بتاع التي بي ابيديميك وفي متابعة التريتمينت وإن أنا أعمل ريبورتينج لكيزز ناخد أول حاجة في الكونفينشنال ميثودس اللي أنا بشخص بيها اللي هي سمير والسمير الحقيقة دي أشهر حاجة وأكتر حاجة وبقدر أعملها في أبسط معمل نظرا لأنها سيمبل رابد أندين إكسبنسيف أصغر معمل ممكن يعملها ومش محتاجة تعقيدات كتيرة ومش محتاجة تجهيزات كتيرة والحقيقة هي لو اكتشفت وشخصت بيها التي بي ممتازة جدا لكن مشكلتها أن السينستيفت بتاعتها قليلة قوية أبوت ستين في المية يعني أنا محتاجة علشان أشوف واحدة بس بس اللايف وانا بفحص الاسمير أن يكون عندي حوالي عشر تلاف كولوني كمان هي مش بتفرق لي بين الدد والفايابول فما أقدرش أتابع بيها التريتمينت الاستجابة يعني للتريتمينت كمان أن هي مش بتفرق لي ما بين المايكوباكتريا تيويركولوزيز والموت ومش مقدرش أن أنا أعملها بيز لأن أنا أعمل عليها دراج طيب المايكوباكتريا الكالشور الحقيقة أن دي حتى بعد ما يعني الحاجات والريسنت الكتيرة اللي إحنا بنستخدمها للتي بي ستل إنه المايكوباكتريا كالشا هي جولد ستاندر والحقيقة هي أنا لو عندي واحدة بس بس اللايف بقدر أن أنا أكتشفها بالكالشور وأن أنا كامل كالشور ليها مميزات تانية أن أنا بعمل بيها يعني كبيز لأن أنا أكمل أو بيز لأن أنا أعمل بعد كده كمان دي الطريقة الوحيدة اللي أنا بقدر أعمل بيها لأنها الوحيدة اللي بتقس لي بكتريا طيب مشكلتها إيه بقى مشكلتها طبعا طيب كلنا عارفين إن إحنا دي بتاخد حوالي من اتنين لتمانية أسابيع أو يعني اتنين دي يعني كده هي غالبا مش أقل من ستة أسابيع يعني تكنيكالي صعبة إن أنا قادر إن أنا أنفزها في أي معمل كمان بتحتاج بيو سيفتي عالية قوي وفيها فولس إيه بوزيتف علشان فيها ممكن كتير لكن إحنا يعني في بعض التعديلات ممكن تحسن لقصة دي حاجة منهم إن أنا ممكن أستخدم ودي بتقلل المدة كمان في حاجة تانية اللي هو استخدم وده زي جهاز موجود عندنا اكترة رهيبة بقى في جهاز الحياة غالي والكتس بتاعته غالية بس لكن هو بيقدر يوصلني في حوالي اسبوعين. الماجد تسعمائة وستين. نأمل ان شاء الله ان هو يشتغل وان هو يبقى كتس بتاعته تبقى مدعمة يعني اكتر من كده ان شاء الله. طيب هناخد مسال عليها واشهر مسال اللي هو والحقيقة ده ده كان طفرة لاني حتى قالت ان هو في مسته طبعا الرهيبة في الوقت ان هو في ساعتين بقدر يشخص لي وطلع لي كمان بتاعته عالية جدا فوق الخمسة وتسعين في المية للبلمونري. وانه هو ما بيشخصش المط فانا متأكدا اللي طلع لي ده انه هو طبعا بتاعته تعريبا دلوقتي يوصل يمكن في الالفين. انه هو ما بقدرش تابع بيه زي ما قلنا لان الحاجة الوحيدة بقدر تابع بيها. كمان هو بتاعته بصراحة قليلة جدا في وفي الحقيقة عندنا يعني مشكلة كبيرة فيه ويمكن بس عشان الوقت انا ما قدرتش افرد له يعني الجزئية الواحده بس طبعا الدياجنوزز بتاع في مشكلة كبيرة وانه اغلب الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي بتاعتها قليلة جدا في فبس يعني مؤخرا كده في حاجات بس لسه مش انه هي بتساعدني في تشخيص البلموناري يعني عموما في زي مثلا في وزي ان انا بستخدم وبعمل له يعني الحاجات دي معمولة عليها ابحاث كتيرة بس حقيقة لسه مش برضه برضو طيب احنا عندنا في نوتيبك نفس مشكلة برضو طبعا الكلشر انه هي اخد وقت طويل بس احنا بنقدر برضو ان احنا نقلل القصة دي لو انحنا استخدمنا زي او ان احنا بنستخدم مثل تانية في نفس ان انا اعمل معه في نفس الوقت واقيسها بالميكروسكوب حاجة اسمها مودز فبتقللي برضو الوقت والمولوكولر طبعا اوقع في الوقت لكن اللي هي الحقيقة بتبقى بتاعتها اقل طبعا ممتاز وراعي وحيطلع لي الكلام ده كله بسنسيتيفتي عالية قوي وسبسيتيفتي عالية قوي لكن طبعا هو مش ابليكابول يعني ده فور ريسيرش فور آآ سكرينينج آآ كلنا عارفين الفرق طبعا بين الليتنت والآآ والاكتف تي بي وانه هو آآ هما الاتنين طبعا فيهم تبرك البس اللي موجودين وان بكونت في رون هما الاتنين هيطلعوا بوزيتف لكن اللي يفرق الليتنت من الاكتف طبعا ان انا ما عنديش آآ في الليتنت ما عنديش آآ ما عنديش سيمتومز ما عنديش ساينز والسبيوتام سمير والكالجر يطلعوا نيجاتف والشيست اكس راي برضو نورمال طيب التست فور ليتنت آآ انفكشن عندي حاجتين اللي هي الحاجة القديمة اللي كلنا نعرفها توبركلين سكن تيست تبوركلين سكن تست انا بحق ان التبوركلين بعد يومين او ثلاثة بشوف الرياكشن ليها الحقيقة الطريقة دي يعني مستخدمة في اغلب الاماكن لكن هي ليها شوية ان هي اللي عايز اقول اللي تريند بيرسون يعملها والفول سبوزيتف ريزالتس كتيرا فيها وخصوصا مع الان بتعمل مع البيس جي فاكسينيشن وانا محتاج العيان يرجع لي تاني عشان فلو اوب انا مش ضبنا ان هو يرجع لي فعلا فالكوانتفيرون بتصلح المشاكل دي كلها ما فيش مع البيس جي اسرع طبعا مش محتاجة يعني مش محتاجة اول تريند بيرسون هو يعملها لكن هي اكتر ومش بتشخص لي قوي في الاطفال اللي هما اقل من خمس سنين والكوانتفيرون حاليا متايلي متوفر في اغلب مستشفيات وزارة الصحة وبدأوا يعملوا عليه ابحاث كويسة يعني هتفيدنا برضو ان احنا نطلع نسبة كويسة لللي تنتبي طيب على ضوء اللي عرفناه بقى نيجي للأكيد في يعني جواز عن دكتور محمد انا مش جايبة جواز بس هي اديكم ان شاء الله طيب لو طلع لي انا كاكلينيشن آآ من المعمل آآ وعادة عادة انا مش بطلب حاجة واحدة وده الصح ودي تكون مسج اللي عايزين نقولها في النهائية ان انا مش بتشخص بتست واحد انا طلع لي يعني بعدت المعمل وطلع لي التستات بالمنظر ده اطلع للتسمير بوزيتف وجين اتسبرت بوزيتف بس ده معناه ايه بقى? ده ممكن يكون ايه? احنا قلنا ميزة الكالشور ايه? الكالشور الوحيدة اللي بتشخص لي ريسبونس تو تريتمينت لان الوحيدة اللي بتقسلي كل دول ممكن يقسوا الدباس اللي الا الكالشور فانا كوني اقلاء الكالشور نيجاتيف والبقين لسا ستيل بوزيتف فمعناه كده انه انا ايه ان انا كده في استجابة للتريتمينت تمام? طيب طليع لي الكالشور بس اللي بوزيتف والبقين نيجاتيف باستسناي كونتي فورون حيطلع في كل بوزيتف ده معناه ايه ان الكالشور بس بوزيتف? اللوت اللوت احنا قلنا ان السنستيف بتاعة كالشور عالية جدا فانا لو عندي بس اللاي واحدة بس هو هيقدر فانا لو 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 عندي اللوت قليل مش هقدر اكتشفه غير بس بالكالشور في حاجة تانية تحصنا احنا في المعمل ممكن يعني يبقى فيه لان هو بيحصل كتير في قصد طيب لو انا اطلع للدائر كتسمير نيجاتيف والباقي كله ده معناه ايه? قلنا فيه عيب خطير في الدائر كتسمير? فعلا. هو ممكن اصلا يبقى اللوت قليل فانا ما قدرتش ان انا بالدائر كتسمير بس انا اطرد بالكالشور بجين اكسبير طبعا وكانت في رون بوزيتف. طيب از انا اطلع للدائر كتسمير والباقي بوزيتف ده معناه ايه? قلنا برضو في ميزة في الجين اكسبيرت ايه هي? انه هو مش دوت ديكت اللي مط فانا كده معناه لكن لكن الدائر كتسمير والكالشور ممكن انه هو يطلع لي بوزيتف وهي ما تبقاش مايكوباكتير من تبير كلوزيز تبقى مط لكن الجين اكسبيرت هو هيكشف للقصة دي. كمان في حاجة تانية ممكن تبقى اللي هي ايه? قلنا ان هي من عيوب برضو الجين اكسبيرت. انه هو بتاعته قليلة جدا في التشيلدرن وفي الاكسر بالمونري وفي الاتشايفي بيشنس. فممكن لو هم حد من الحالات دي فيطلع لي بوزيتف بالباقي بس نيجاتف بالجين اكسبيرت. اخر حاجة بقى لو طلع لي كله نيجاتف وبس الكونتي فورون بوزيتف سهلة دي. ليه تنت فعلا كده ليه تنت تمام? طيب تيكم مسيج بقى اللي انا عايزة اقولها الحقيقة ان احنا التيبي مش اخصش بتست واحد بس واني انا لما يجي لي كاكلينيشن يطلع لي من معمل نتائج معينة هي مش متضربة الحقيقة اني يطلع لي حاجة بوزيتف حاجة نيجاتف بس كل حاجة من الحاجات دي لها معنى وهتوصلني انا كاكلينيشن تشخيص النهائي شكرا شكرا اكتور تسام هو بس اللي برضو يعني تعليقا لو انا ساسبكت حالتي بيه ابعد ده كله? لا يعني اختار مين قبل مين? يعني يعني حضرتك عايز مثلا تعرف الريسبونس تو تريتمينت هيبقى يعني مثلا احنا احنا عندنا مثلا في الاي بي دي يقولك لازم تعمل كوانتيفيرون لكل عين مظبوط فهل ده كافي? هو كوانتيفيرون مبدئيا مالوش رول في الديجنوزيس. كده مش كافي. كوانتيفيرون مبدئيا مالوش رول في ده بس بيطلع في في الاكتف فانا هستفاد منه ايه? كوانتيفيرون لكن حضرتك هتبقى عايز ايه بالزبط? اه وفيه لو حالات الحقيقة اغلب بتبعت له ده كله. فعلا. بس انا مسلا عايزة 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 نتيجة سريعة يبقى حاختار الجين عايزة يبقى حاختار مع طبعا اللي يعني بتتعمل تقريبا. عايزة شخص الاول. لا احنا مش هنقدر نشخص في ناغر ستين في المية من الحالات والبقين تلاحبوا مزدي يعني غالبا المنظر رحنا في ده. شكرا جزيلا في اي اسئلة من الفلور. السلام عليكم. دكتورة ميسون من السودان برنامج اله اي في. انا بس عندي تعليق على الجين اكسبرت في اله اي في بيشنس. يعني انتي قلت بس احنا حس في جين اكسبرت يعني افتكر هو بيختلف ديفايز عن ديفايز لانه في انواع للجين اكسبرت حتى في جين اكسبرت ممكن للاطفال يعني. اه. اما هو الجين اكسبرت الترا فعلا بتاعته في اله اي في بيشنس وفي الاطفال احسن. بس برضو مش مش هيوصل زي في الادلتس. استيلا عندنا مشكلة واستيلا عشان كده اغلب الحاجات النوفل اللي الناس بتتكلم فيها دلوقتي بتبقى في تشخيص الاتش اي في بيشنس والتشيلدرن. لان لسه ما وصلناش لنتيجة مرضية من السنسيتيفت وسبسيفيسيتي باي تست من اللي احنا قلنا عليهم دون. لكن فعلا جين اكسبرت افضل من جين اكسبرت في تشخيصهم. بعدين في بتاعتها اعلى. بعدين في يعني حسيحنا مسلا كنا اكتر من الاسمير بالزات بالنسبة الاتش اي في بيشنس. لانه هو كان يعني اجل عدد من المايكو بكتيريا. وعنده ميزة تانية انه ممكن يديكي الريزيستنس. يعني انت ممكن تستغنى على الاسمير بالنسبة للبايشنس بتاعنا الاتش اي في. اذا عندك الترا جين اكسبرت. وده بيجللك من الوقت اللي انت هتفحص فيه للبايشنس. وبيجلل من الايرس ري اكشن بالنسبة للتريتمان. كمان عشان كده ده شوية قالت انه هو فعلا تستوف شويس. يعني هو حاليا افضل حاجة عندنا. طيب. الا بس فرس بونس تو تريتمان. لكن عزر وايز الجين اكسبرت الحقيقة انت افرق يعني. طيب شكرا جزيلا شكرا. شكرا. شكرا لحالك. شكرا لحالك. شكرا لحالك.